الإعلام ثلث الجيش ونصف المعركة أو هكذا قيل ربما هو ما اتفق عليه وزراء الإعلام الخليجيون في اجتماعهم الاستثنائي الذي كان اليمن وما يعانيه أبنائه في الداخل والخارج المحور الأبرز فيه حيث أكد وزراء الإعلام الخليجيون في بيانهم على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول المجلس مسؤولية كشف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح أمام الرأي العام والمجتمع الدولي والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من استهدافهم المدنيين والقصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية وغيرها من الأماكن المحرمة استهدافها في القانون الدولي واستخدام الألغام المحرمة دولية والحصار الجائر ضد مدينة تعز والتعطيل المتعمد للعمليات الإغاثية للشعب اليمني ولعل إيجاد جبهة إعلامية موحدة من شأنها ردم الفجوة التي طرأت على مشروع التحالف العربي وهو يخوض معركته المصيرية في مواجهة أخطر تهديد على الأمن اليمني والعربي بشكل عام إلا أن الأهم من ذلك بحسب ما أعلنه بيان الاجتماع هو أهمية التواصل مع الإعلام الدولي الذي يبدو أنه ملعوب عليه من قبل قوى لها أطماع في المنطقة سعت لتضليل الرأي العام الدولي عبر أدواتها المختلفة والمساواة بين الضحية والجلاد لتغطية جرائم الميليشيا كان تركيزاً الأكثر على الإعلام في العالم الخارجي خصوصاً باللغات المختلفة وكيفية نقل الرسالة سواء عن طريق المواطنين الخليجيين أو سواء عن طريق اليمنيين أنفسهم لإظهار بشاعة ما يقوم به نظام علي عبدالله صالح المخلوع وما تقوم به الملاشات الحوثية من انتهاك لحقوق الإنسان وجرائم حرب بحق اليمنيين وبحق السعوديين على الحدود وحتى المقيمة على سعيد الجبهة الإعلامية اليمنية يبدو أن المؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية مدركة لطبيعة اللحظة الحارجة التي يعيشها البلد بل والمنطقة العربية برمتها رغم غياب الجبهة الإعلامية الداخلية لوحدة الخطاب الإعلامي غير أن بعض الأصوات الفردية المحسوبة على الإعلام الخليجي تردخل الحاملات الإعلامية المضللة والممنهجة من قبل الطرف الإيراني وحلفائه وكما قيل الإعلام المضلل طرف ثالث بالمعركة